ماذا تعني لك الحياة؟ أو ما معنى الحياة؟ إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا إذا عرف أن لحياته معنا فنحن لا نتعامل مع الأشياء المختلفات باعتبار ما هي عليه لكننا نتعامل معها من خلال ما تعنيه بالنسبة إلينا أي أننا لا نتعامل مع أشياء مجردة بل نعرفها ونتعامل معها من خلال ذواتنا حتى إذا نظرنا إلى جوهر أي خبرة من خبراتنا اليومية فإن هذا الجوهر سيكون متأثرا بوجهة نظرنا الإنسانية فالخشب مثلا له معنى مرتبط بنا كبشر كما أن كلمة حجر لها معنى فقط كعامل من العوامل المؤثرة في الحياة البشرية وكل شخص يحاول أن يأخذ في الاعتبار الظروف المحيطات باستبعاد المعاني المرتبطة بها فإنه سيواجه بسوء الحظ لأنه سيعزل نفسه عن الأخرين وأفعاله ستصبح عديمة الفائدة لنفسه ولأي شخص آخر أي أن هذا الشخص سيصبح عديم المعنى لكن علينا أن نتذكر أنه لا يوجد إنسان بشري واحد يستطيع أن يهرب من المعاني فإن تعرفنا على الحقائق المحيطة بنا يتم من خلال المعنى الذي نلصقه بهذه الحقائق وليس بما هي عليه فعلا ولكن بما فهمناه منها ولهذا فمن الطبيعي أن نستنتج أن المعنى ما هو إلا شيء ناقص وغير منتهن بل إننا نستطيع أن نقول إن المعنى لا يمكن أن يكون على صواب دائما وعلى هذا فإن مملكة المعاني ما هي إلا مملكة للأخطاء لو أننا سألنا أحدهم مثلا ما معنى الحياة فإنه من المرجح أن لا يتمكن ذلك الشخص من الإجابة عن هذا التساول لأن معظم البشر لا يصدعون رؤوسهم بمثل هذه المواضيع ورغم أن هذا السؤال قديم قدم الإنسان نفسه فإن الشباب في وقتنا هذا وحتى كبار السن يطالبون بالحصول على إجابة الله ورغم أنهم لا يتساءلون مثل هذه التساؤلات إلا إذا حاق بهم ضرر أو أصابهم مكروه فإنه لا مناصة من توجيه مثل هذا السؤال فلو أننا صممنا أذنينا وأبقينا عيوننا مفتوحة لنلاحظ كل فعل ونركز على معنى فإننا سنجد أن كل فرد قد قام بتشكيل معادلة خاصة به ومختلفة عن معادلات الأفراد الآخرين للإجابة عن هذا التساؤل وسوف نلاحظ الشيء المهم الآتي وهو أن كل آرائهم وطرقهم في التصرف وكل حركاتهم وتعبيراتهم وآدابهم وكل طموحاتهم ومعاداتهم وأيضا كل صفاتهم الشخصية تتفق مع المعادلة التي صابوها لأنفسهم فإن كل شخص يتصرف وكأنه يستطيع أن يعتمد على معنى محدد للحياة وكل أفعاله تظهر بوضوح طريقة فهمه للعالم ولنفسه ولمعنى الحياة فهي في ذلك مثلها مثل قرار نهائي صدر عن إحدى المحكمات أنا كذلك وسأكون بهذه الطريق والعالم والكون كله كذلك وسيكون بتلك الطريق وهكذا سيكون هناك معنى لنفسه ومعنى منسوبا للحياة هناك العديد من المعاني المختلفات التي يمكن نسباتها إلى الشيء الواحد في حياتنا وكما سبق وقلنا فإن كل معنى يحمل بعض الخطأ في طياته وعلى هذا فلا يوجد شخص أيا كان يعرف المعنى الحقيقي المطلق للحياة ولهذا أيضا فإن أي معنى لا يمكن أن يكون سليما تماما أو خطأا تماما إذن كل المعاني ما هي إلا نسخ متنوعة ومختلفة تتراوح بين الخطأ والصواب ويكون اختيارنا لبعض هذه النسخ المتنوعة لأنها أكثر ملاءمة لنا من غيرها فهي من وجهات نظرنا تحتوي على نسبات خطأ قليلة جدا ولهذا فإنها تلائمنا أكثر أما بعضها الآخر فيكون من الواضح أنه أقل ملاءمة لنا ويمكننا إذا دققنا النظر أن نكتشف وجود العوامل المشتركات بين النسخ المتنوعة التي تلائمنا كما أنه يمكننا أن نكتشف الفروق الواضحة بين النسخ المتنوعة التي لا تلائمنا ويجب أن نتذكر دائما أن ما هو حقيقي يكون حقيقيا بالنسبة إلى كل البشر لكل أغراضهم وهدافهم وأنه لا توجد حقيقة أخرى غير تلك الحقيقة وحتى بفرض وجود حقيقة أخرى فإنها ستكون غير ذات قيمة بالنسبة إلينا وليس لها أي معنى إن كل البشر يعيشون تحت ثلاثة ظروف اضطرارية رئيسية تشكل ما هي ومكونات الحقيقة بصورة اضطرارية وهذه الدوافع للضطرارية بحكم تعريفها يجب أخذها في الاعتبار دائما لأنها تشكل الحقيقة ولأن كل المشكلات والتساؤلات التي تواجهنا في الحياة تنبع أساسا من هذه الدوافع للضطرارية الثلاثة فإننا نكون مجبرين دائما على الإجابة على هذه التساؤلات والتعامل مع هذه المشاكل لأننا نكون في معركة دائمة معها والإجابات التي نحصل عليها تشكل مفهومنا لمعنى الحياة والظرف الاضطراري الأول أننا نعيش على سطح كوكب صغير جدا كوكب الأرض وعلى هذا فإنه من المفروض علينا أن نعيش في حدود ما يوفره هذا الكوكب لنا من موارد طبيعية محدودة وأن نحاول تطويرها واستخدامها أحسن استخدام في حدود معارفنا وسيكون من المفترض علينا أن نقوم بتطوير أجسامنا وعقولنا حتى نستطيع الاستمرار في الحياة على الأرض إن هذه المشكلة التي تواجهنا جميعا لا يمكن التخلص منها أو تجنبها بأي طريقة فمهما فعلنا فإن أفعالنا ستكون هي الإجابة لموقفنا كبشر من الحياة لأنها تكشف من اعتقد بضرورته وكونه ملائما وممكنا ومرغبا فيه فكل إجابة يجب أن تأخذ في الاعتبار حقيقة مهمة وهي أننا أعضاء في الجنس البشري الذي يسكن على كوكب الأرض الآن دعنا ندرس نقاط ضعف الجنس البشري خاصة نقاط ضعف الجسم البشري التي تشكل خطرا عظيما على قدرتنا على الاستمرار في الوجود والحياة ولكن علينا أولا أن نقيم إجاباتنا لنجعل منها إجابات واضحة وبعيدة النظر لتحقيق الصالح العام لجميع البشر وهي لهذا تشبه إلى حد بعيد إحدى المسائل الرياضية التي نسعى لإيجاد حل لها فإنه لا يمكن لنا أن نحل مسألة رياضية عن طريق التخمين بل يجب أن نعمل بانتظام مستخدمين كل الوسائل المنطقية للوصول إلى الحل ورغم أنه في كثير من الحالات لا يمكن إيجاد حل مطلق ووحيد لجميع الأسئلة فإنه من الواجب علينا أن نسعى لإيجاد حل تقريبي بل إنه من الواجب علينا أن نستمر في سعينا هذا حتى نحسن من هذا الحل التقريبي على مرور الزمن آخذين في الاعتبار دائما أننا من سكان الأرض بكل ما يعنيه هذا من مميزات وعيوب الظرف الاضطراري الثاني أن كل واحد مننا عضو في جماعة البشر الذين يعيشون من حوله وأن وجودنا مرتبط بوجودهم فإن الضعف الذي يميز الفرد البشرية ومحدودية قدرات كل واحد منا تجعل من المستحيل على أي فرد تحقيق أهدافه في الحياة بمفرده فمن المعروف أنه إذا ما حاول فرد ما العيش بمفرده ومواجهة مشاكل الحياة بصورة مستقلة عن الآخرين فإنه إن عاجلا أو آجلا سينتهي الأمر به إلى الفناء ولهذا فإننا جميعا كأفراد مرتبطين ارتباطا وثيقا ببعضنا البعض وهي رابطة تمثل في أهميتها الحياة نفسها لأنه بدون هذه الرابطة فإن الحياة نفسها لن تستمر وعلى هذا يمكننا القول بأن أعظم منحة يقدمها الإنسان لأخيه الإنسان بغرض تحقيق حياة أفضل هي منحة الزمالة وهذا يجعل كل إجابة من الإجابات التي نحصل عليها لمشكلات الحياة لا بد من أن تتضمن وتأخذ في الاعتبار هذه الحقيقة ألا وهي أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في معزل عن أخيه الإنسان بل ما هو أكثر من هذا فإننا في حاجة لوجود الآخرين من حولنا لإشباع حاجاتنا المعنوية اللازمة لاستمرار وجودنا وليست الحاجات المادية فقط فلو أنه كتب لنا الحياة على هذا الكوكب فإنه من الواجب علينا أن نشبع حاجات معنوية كثيرة مثل الحاجة إلى وجود هدف وغلط من استمرار الحياة الظرف الاضطراري الثالث إن الظرف الاضطراري الثالث الذي يحكمنا كبشر هو أن الجنس البشرية يتكون من رجل ومرأة وأن بقاء الجنس البشري واستمراره يعتمد على كل منهما وعلى هذا فإن مشاكل مثل الحب والزواج تنتمي إلى هذا الظرف الاضطراري الثالث ولا يمكن لرجل أو امرأة الاستمرار في الحياة دون الإجابة على التساؤلات التي تمثلها مثل هذه المشاكل والأفعال التي يقوم بها البشر عندما تواجههم مثل هذه المشاكل هي الإجابات التي توصلوا إليها لحل هذه المشاكل هناك العديد من الطرق التي يمكن بها حل المشكلات ولكن أفعالهم تعتبر أصدق تعبير على ما يؤمن هذا الفرد بأنه الحل الأمثل لمثل تلك المشكلة من هذا نرى أن الظروف الثلاثة الاضطرارية التي سبق شرحها تمثل ثلاث مشكلات المشكلة الأولى علينا أن نجد وظيفة تمكننا من الحياة في ظل القيود المفروضة علينا بحكم وجودنا على كوكب الأرض المشكلة الثانية علينا أن نجد لأنفسنا موقعا تحت الشمس يمكننا من التعاون مع باقي أفراد المجموعة التي نعيش فيها بحيث نفيد ونستفيد من بعضنا البعض المشكلة الثالثة يجب أن يتاسع صدرنا لحقيقة وجود نوعين رجال ونساء وأن استمرار الجنس البشري يعتمد على العلاقات بين النوعين إن علم النفس الفردية قد اكتشف أن كل مشاكل البشر يمكن تصنيفها تحت هذه النقاط الثلاث الرئيسة وظيفية واجتماعية وجنسية وأن ردود أفعالهم توجه هذه المشكلات هي التي تكشف طبيعة فهمهم الشخصي لمعنى الحياة دعنا نفترض على سبيل المثال وجود شخص محروم من وجود شريكة في حياته وأن هذا الشخص فشل في التقدم في المجال الوظفي وأن هذا الشخص أيضا لا يتمتع بوجود العديد من الأصدقاء في حياته حتى إنه يجد أن الاختلاط بغيره من أفراد المجتمع أمر غير مريح بل ومؤلم جدا إن مثل هذا الشخص قد وضع على نفسه الكثير من القيود التي تمنعه من الحياة بصورة مريحة ولهذا فإنه لن يكون من الصعب علينا استنتاج أن مثل هذا الشخص يرى الحياة على أنها عبء ثقيل بل إنه ربما يراها على أنها مغامرة محفوفة بالمخاطر تحتوي على الكثير من الفشل والقليل من الفرص إن قلة عدد الأفعال التي قام بها استجابة للمشكلات التي واجهت هو ما جعل حياته على ما هي عليه من فشل فكأنه يقول إن معنى الحياة بالنسبة إلي هو أن أحمي نفسي من الأذى الذي يمكن أن يلحق بي وأنه علي أن أختبئ وأحصن نفسي ضد الأذى الذي سوف يصيبني إذا ما تعاملت أو تعاونت مع الآخرين والآن دعنا نفترض المثال المعاكس فالشخص هذه المرة يتمتع بعلاقة حميمية وصحية بالجنس الآخر حيث يسود تعاون تام بينهما كما أن الوظيفة التي يقوم بها هذا الشخص تسفر عن إنجازات مفيدة دائما وأيضا فإن هذا الشخص يتمتع بوجود الكثير من الأصدقاء في حياته واتصالاته بالناس واسعة وكثيرة ومفيدة ولهذا فإنه سيكون من السهل علينا أن نستنتج أن هذا الشخص يرى الحياة على أنها مهمة خلاقة تحتوي على الكثير من الفرص والقليل من العقبات التي يمكن التغلب عليها إن شجاعة مثل هذا الشخص في مواجهة مشكلات الحياة تمثلت في كثرة عدد الأفعال التي قام بها في مواجهة هذه المشكلات وهو ما جعل حياته على ما هي عليه من نجاح فكأنه يقول إن معنى الحياة بالنسبة إليه هو أن أستمر في شغفه واهتمام بالناس ومصالحهم لأنني جزء لا يتجزأ من المجتمع ومساهمة مهمة وضرورية لتحقيق راقاء المجتمع كما أن مساهمة المجتمع ضرورية ومهمة في تحقيق راقاء الشخصي الشعور الاجتماعي إن كل العوامل المشتركات بين التعريفات الخطأ لمعنى الحياة توجد داخل الشعور الاجتماعي الذي يشعر به ذلك الفرد توجاه مجتمعه فإن الفاشلين في المجتمع أمثال العصابيين والمجرمين والمدمنين والأطفال المشاغبين وذوي الميول الانتحارية والمنحرفين جنسيا والعاهرات كلهم فشلوا في حياتهم بسبب نقص كبير في شعورهم بمدى احتياجهم لزمالة وحب باقي أفراد المجتمع كما أن بعضهم لديه الشعور العكسي غير صحيح ألا وهو عدم احتياج باقي أفراد المجتمع لزمالتهم وحبهم لهم ويمثل هذا النقص الكبير في الشعور بأهمية وجود المجتمع من حولنا السبب الرئيسي لفشل هؤلاء الأشخاص فهم يتعاملون مع المشكلات الرئيسية الثلاث الوظيفية الصداقة أو الزمالة الجنس والعلاقات الأسرية بطريقة تنم عن عدم ثقتهم في أنفسهم أو في قدراتهم للتغلب على هذه المشاكل من خلال التعاون فإن معنى الحياة بالنسبة إليهم يظل محصورا في نطاق ضيق جدا لا يتعدى ذواتهم أي أنهم يحتفظون بتعريف خاطئ لمعنى الحياة وأن هذا التعريف يجعل من المستحيل على أي فرض آخر من أفراد المجتمع أن يستفيد من إنجازاتهم الشخصية لأن هدفهم في الحياة هو النجاح بما يحقق لهم ولهم فقط التفوق الشخصي على باقي أفراد المجتمع وعلى هذا فإن نجاحهم في تحقيق هدفهم من الحياة يكون له معنى خاص وشخصي لهم فقط وغير ذي فائدة لباقي أفراد المجتمع دعنا نفترض على سبيل المثال وضع المجرم الذي اعترف بأنه يشعر بالقوة والسيطرة عندما يحمل سلاحا في يده يهدد به الآخرين فمن الواضح هنا أنه يؤكد أهميته بالنسبة إلى نفسه فقط أما نحن باقي أفراد المجتمع فإنه من المرفوض تماما بالنسبة إلينا الاعتراف بتفوق من يحمل السلاح في يده لأن هذا لا يجعل منه شخصا أكثر أهمية أو تفوقا بالطبع وعلى هذا فإننا نصل إلى الاستنتاج القائل بأن من يقوم تعريف معنى خاص لمعنى الحياة إنما هو في الواقع يقوم بالاحتفاظ بتعريف خاطئ يضره شخصيا أكثر مما يضر المجتمع الذي حوله ومن هذا فإنه يمكن القول بأن المعنى الخاص إنما هو في الحقيقة ليس أكثر من انعدام للمعنى إن المعنى الحقيقية للكلمات ممكن فقط من خلال التواصل الذي يحدث بين أفراد المجتمع فالكلمة التي يكون لها معنى خاص عند فرد معين تكون هذه الكلمة غير ذات فائدة لباقي أفراد المجتمع لأنها لا تحمل هذا المعنى بالنسبة لهم وهكذا فإن المنطقة نفسه ينطبق على أفعالنا وأهدافنا إن المعنى الحقيقية لهذه الأفعال والأهداف يجب أن يكون هو المعنى الذي تحمله هذه الأفعال والأهداف بالنسبة إلى باقي أفراد المجتمع وإلا أصبحت هذه الأفعال والأهداف عديمة الجدوى لهم إن كل إنسان أيا كان مكانه أو مكانته في المجتمع يتطلع إلى وجود معنى لحياته ولكننا نرتكب خطأا شنيعا إذا ما اعتقدنا أنه من الممكن أن نجد هذا المعنى لحياتنا بمنأة عن الآخرين إن حياتنا يكون لها معنى عندما نساهم مساهمة إيجابية في حياة الآخرين والآن سوف أقص عليكم قصة إحدى القادة الدينيين ففي يوم من الأيام دعت كل الأشخاص الذين يتبعونها إلى اجتماع حيث أخبرتهم أنها متأكدة من أن نهاية العالم ستكون الأربعاء القادم كانت تابعون لها يؤمنون إيمانا شديدا بقدراتها ويصدقون كل ما تقول وعلى هذا فإنه قاموا ببيع كل ممتلكاتهم الشخصية أو التخلص منها وانتظروا بشوق ماجيء القيامة ولكن الأربعاء الموعود جاء ومضى دون أن ينتهي العالم وفي يوم الخميث سألها الجميع تفسيرا لما حدث وكان الكثير منهم في حالة غضب لأنهم قد تخلصوا من كل ممتلكاتهم الدنياوية وما كانوا يدخرونه للأوقات الصعبة في حياتهم عندما يصلون إلى مرحلة الشيخوخة بالإضافة إلى أنهم سيصوحون الآن أضحوكة في عيون الآخرين بسبب تصديقهم لما قالته هنا أخبرتهم الرسولة المدعية بأن يوم الأربعاء في حسابها يختلف تماما عن يوم الأربعاء في حساب الناس وبهذا تخلصت من ثورة أتباعها عليها لأنها ادعت أن يوم الأرض يعاء يحمل معنى خاصة تعرفه هي وحدها وبهذا نرى أن المعنى الخاصة إنما هو في الحقيقة ليس أكثر من انعدام للمعنى لأنه لا يمكننا التحقق أبدا من صحته فإن الشخص الوحيد الذي يعلم بهذا المعنى هو الرسولة المدعية إن الدليل على أننا قد حصلنا على التعريف الحقيقي لمعنى الحياة هو أن يكون هذا التعريف مشتركا بيننا وبين أفراد المجتمع وأن يكون هذا التعريف يسمح للآخرين بأن يستفيدوا منه وأن يتقبلوه كما أن التعريف الحقيقي لمعنى الحياة يمكن أن يتخذ كنموذج للآخرين يستطيعون الاستفادة منه عندما يرون أنه ينطبق على العديد من المشاكل التي يواجهونها الآن وأن هذه المشاكل تم التغلب عليها بنجاح باستخدام هذا التعريف في السابق وبطريقة عبقرية حتى إنه يمكن القول إن حياة الإنسان العبقري لا تعتبر ذات معنى إلا إذا اعترف الآخرون بأنها لها هذا المعنى ولشرح هذا دعنا نقول إن المعنى في حياة مثل هذا الإنسان العبقري يمكن التعبير عنه بالقول بأنه أعطى من نفسه الكثير حتى إن كل شخص في هذا المجتمع قد استفاد استفادة شخصية من العطاء الكثير الذي قدمه هذا العبقري ومن هذا نرى أن الأشخاص الذين يواجهون بنجاح مشاكل الحياة يوجد بينهم عامل مشترك ألا وهو اعترافهم جميعا بأهمية وجود اهتمام حقيقي وخالص بأفراد المجتمع من حولهم وأهمية التعاون مع الآخرين فإنك إذا ما راقبت أفعال هؤلاء الأشخاص فإنها ستظهر لك وكأنها مدفوعة بالاهتمام الحقيقي والخالص في مجتمعهم ككل وعندما يواجهون مشاكل فإنهم يحاولون التغلب عليها بطرق لا تضر مصالح الآخرين قد يبدو هذا وكأنه وجهة نظر جديدة وغريبة عن الأسلوب الحالي في التفكير وقد يشك البعض في صحة المقولة إن المعنى الحقيقي للحياة معنى الحياة هو في المساهمة التي نقوم بها لمصلاحة حياة الآخرين وهو أيضا في الاهتمام الحقيقي الخالص في التعاون معهم وقد يتساءل هذا البعض ولكن ماذا عن الفرد؟ فلو أننا أخذنا في الاعتبار وجوب التعاون مع الآخرين والاهتمام الحقيقي والخالص بهم طوال الوقت فإن هذا سوف يؤثر على الفرد بشكل سلبي أليس كذلك؟ وإن هناك بعض الحالات الخاصة التي تستوجب من الفرد أن يهتم بنفسه أولا وقبل كل شيء حتى يتمكن من النمو والتطور بصورة طبيعية مثل حالة أولئك الأفراد الذين يكونوا من الواجب عليهم أن يتعلموا أولا حتى يتمكنوا من حماية حقوقهم أو تقوية شخصياتهم لكني أقول لهؤلاء الذين يتساءلون مثل هذا التساول إن نظراتهم للأمور نظرة خاطئة فأنا أؤمن بأن المشكلة التي يعرضونها مشكلة زائفة وغير موجودة فلو أن كل منهم حاول أن يساهم بصدق ورغبة حقيقية وكانت كل مشاعرهم موجهة نحو تحقيق هدفهم فإنهم سيكونون على استعداد لتطوير أنفسهم بطريقة تجعل من الممكن لهم أن يساهموا في تحقيق مصلحة الآخرين كما أنهم سيتمكنون من الوصول إلى أهدافهم بكفاءة أفضل لأنه سوف يصبح لديهم القدرة على تطوير شعورهم الاجتماعي وسيصبحون أكثر مهارة من خلال التمرين فما أن يصبح الهدف واضحا ومحددا حتى تأتي الخبرة والتدريب اللازمان تلقائيا وعندها فقط سيصبحون مستعدين لحل مشاكل الحياة وتطوير قدراتهم ولإثبات هذا دعنا نأخذ على سبيل المثال مسألة الحب والزواج فإنه لو كان كل شريك يهتم مهتماما خالصا وحقيقيا بشريكه ولو كان كل منهما يبذل ما في وسعه في تبسيط وتسهيل وتحسين مستوى حياة شريك حياته فإنه بصورة تلقائية وفي الوقت نفسه يبسط ويسهل ويحسن مستوى حياته الشخصية أما إذا اعتقد كل منا أنه في الإمكان تطوير شخصيته بمعزل عن الآخرين وبنيات متعمدة في عدم المساهمة في تحسين حياة الآخرين فإننا ببساطة سنصبح ذوي شخصية متسلطة غير محبوبة من الجميع إن هناك دليل آخر على صحة ما سبق ويمكننا أن نرى آثار هذا الدليل فيما ورثناه عن الأجيال السابقة فإننا إذا نظرنا من حولنا إلى التركة التي خلفها لنا أجدادنا فإننا نرى أن كل ما تبقى منهم أي من أجدادنا هو المساهمات التي قاموا بها في سبيل تبسيط وتسهيل وتحسين مستوى الحياة البشرية فإن ما نراه من حولنا هو أرض مزروعة وطرق ممهدة ومبان شامخة فثمرت وخبرات حياتهم الطويلة احتفظوا بها لنا في صورة العادات والتقاليد ونظريات الفلسفة والعلوم والفنون والتكنولوجيا وطرق فنية للتعامل مع المواقف الإنسانية المختلفة كل هذه الأشياء ورثناها من الأشخاص الذين ساهموا في رفع شأن الجنس البشري وهذا يثبت أن تعريف المعنى الحقيقي للحياة يعتمد اعتماداً كلياً على التعاون ترى ماذا حدث لباقي الأشخاص الذين لم يسهموا في رفع شأن الجنس البشري؟ ماذا حدث الأشخاص الذين لم يتعاونوا؟ والذين حددوا معنى الحياة بتعريف لا يتضمن المساهمة والتعاون مع باقي أفراد مجتمعهم؟ ماذا حدث لهؤلاء الذين تساءلوا؟ ماذا حدث لهؤلاء الذين تساءلوا؟ ماذا تستطيع الحياة أن تعطينا؟ إن كل هؤلاء لم يتركوا أي أثر من خلفهم فهم ليسوا فقط أمواتاً بالجسد ولكن حياتهم أيضاً كانت عديمة الجدوى فكأن كوكب الأرض الذي عاشوا عليه قد نطق قائلاً أنا في غير حاجة لكم فأنتم لا تصلحون للحياة إن أهدافكم عديمة الجدوى وكل القيم والمثل التي تعتزون بها سوف تنداثر بلا أثر فإنه لا مكان لها أو لكم في مستقبل هذا الكوكب أنتم غير مرغوب في وجودكم فإن الموت والفناء هو المصير الوحيد الذي يليق بكم إن هذا هو الحكم النهائي على أمثال هؤلاء الأشخاص الذين حددوا معنى مغايراً كتعريف لمعنى الحياة فإن تعاون هو التعريف الوحيد المقبول كمعنى للحياة بالطبع من الممكن أن نلحظ العديد من العيوب والشوائب في حياتنا المعاصرة ولكن كل ما علينا أن نفعله هو أن نغير تلك الأشياء المعيبة وهذا التغيير يجب أن يكون تغييراً للأحسن تغييراً يساهم في تقدم الجنس البشري لقد كانت هناك دائماً مجموعة من البشر الذين استطاعوا فهم تلك الحقيقة فهماً عميقة لقد فهم هؤلاء أن معنى الحياة هو أن نكون مهتمين اهتماماً حقيقياً بالجنس البشري ككل وأن نحاول تطوير وتنمية حبنا واهتمام من الاجتماعي وحيث أننا حددنا معنى الحياة بتعريف سوف يلتسق من طوال وجودنا على الأرض فإنه سيكون علينا أن نفهم كيف تشكل هذا المعنى التعريف لمعنى الحياة ولماذا تختلف تلك التعريفات من فرض لآخر وكيف يمكن تقويم وإصلاح التعريف الخطأ لمعنى الحياة إذا كان حجم الخطأ كبيراً بحيث لا يمكن التغاضي عن تقويمه وإصلاحه كما أنه علينا أن نتذكر أن القيام بهذا الدوري هو مهمة علم النفس الأساسية أي أن مهمة علم النفس هي أن تمدنا بالقدرات على فهم المعاني والطرق التي تؤثر بها هذه المعاني على أفعال البشر ومقدراتهم حتى في المراحل المبكرة جداً من حياة الطفل فإنه يمكن إدراك معنى الحياة والذي يكون قد بدأ في التشكل فحتى الأطفال الرضع يسعون بشدة إلى التحقق من قوتهم ومن نصيبهم من الأشياء التي تحيط بهم وفي حوالي نهاية العام الخامس من حياة الطفل يصبح واضحاً أن هناك نمطاً محدناً للسلوك قد تجسم وتبلور حتى إنه يمكننا أن نميز وجود طريقة مستقلة لمعالجة المشاكل والمواقف التي تواجه ذلك الطفل ويمكننا أن نطلق على هذه الطريقة المستقلة في معالجة المشاكل اسم أسلوب الحياة من هذه النقطة في حياة الطفل وحتى نهاية وجوده على الأرض فإن أسلوب الحياة هذا سوف يشكل كل مفاهيمه وتعريفاته عما سوف يتوقع منه وعما يتوقعه هو من العالم الخارجي ومن هذه النقطة فصاعداً فإنه سيرى العالم من خلال مجموعة محددة ومترابطة من النظم إن الخبرات التي تمر بنا تفهم بطريقة خاصة قبل أن نتقبلها وتلك الطريقة الخاصة في الفهم تتفق دائماً مع المعنى الأصلي الذي عرف به الطفل معنى الحياة حتى إذا كان ذلك التعريف لمعنى الحياة شديد البعد عن الحقيقة وممتلئاً بالأخطاء الخطيرة وحتى إذا كانت طريقتنا الخاطئة في معالجة المشاكل والمواقف التي تواجهنا تؤدي بنا إلى الفشل والخسارة في كل مرة فإننا نكون غير مستعدين للتخلي عن تلك الطرق الخاطئة ولهذا فإن الأخطاء التي نرتكبها في فهمنا لمعنى الحياة لا يمكن أصلاحها إلا من خلال إعادة النظر بصورة شاملة في الموقف الذي أدى بنا إلى هذا الفهم الخاطئ لمعنى الحياة ولأنه من خلال التعرف على الخطأ الذي ارتكبناه واستبدال نظام الماضي من نظام مخالف له فإنه يمكننا عكس طريقة عمل هذا النظام الإدراكي الترابطي في بعض الحالات النادرة فإن النتائج الخطيرة من فاشل وخسارة والتي تنتج عن المعالجة الخاطئة للمشاكل التي تواجه فرداً ما تتسبب في أن يضطر إلى تغيير التعريف الذي قام بإلصاقه بمعنى الحياة وعندها فإنه قد يتمكن من النجاح في تغيير طرقه الخاطئة في معالجة المشاكل بنفسه ودون مساعدة من أحد لكنه يجب أن نذكر هنا أن مثل هذا النجاح لا يحدث إلا في وجود ضغوط اجتماعية أو عندما يصل الإنسان إلى قرار بأن الاستمرار في هذه الطرق الخاطئة ما هو إلا تدمير للذات ولكن على وجه العموم فإن أحسن الطرق لتغيير أسلوب حياة الفرد هي الحصول على مساعدة من شخص مدرب في أساليب علم النفس وفهم معانيه وأن يكون هذا الشخص قادراً على اكتشاف الخطأ الأصلي منبع المشكلة وعلى اقتراح تعريفات أكثر ملاءمة لمعنى الحياة بالنسبة إلى هذا الشخص دعنا الآن نأخذ عدة أمثلة توضح الاختلافات في فهم بعض المواقف التي يتعرض لها شخص ما خلال مرحلة الطفل فإن بعض التجارب السيئة في حياة الطفل قد يكون لها معنى معاكس تماماً مما سوف يتسبب في فهمه الخاطئ لمعنى الحياة فمثلاً إذا ما مر شخص ما بتجارب سيئة كثيرة فإنه ربما يستمر في المعيشة في ظل هذه التجارب لمدة طويلة بعد حدوثها حتى إنها سوف تؤثر على الطريقة التي يرى بها المستقبل وستتسبب في فهم الحياة بطريقة مضادة لمعنى الحياة الحقيقي والآن لنأخذ في الاعتبار المثال المضاد إذا ما مر شخص آخر بتجارب سيئة كثيرة فإنه قد ينظر إليها على أنها مجرد عبرة ودرس له ليتعلم منها في المستقبل كيف يواجه مشكلات الحياة بطريقة أفضل وسوف يفكر في ذلك الماضي الماليء بالألم قائلاً علي أن أبذل كل جهد حتى لا تتكرر مثل هذه التجارب المؤلمة لأن أمنع الظروف التي مهدت لحدوثها من التجمع في أفق حياتي مرة أخرى وأن أعمل على أن تتوفر لأطفال فرص أحسن لا تسمح بحدوث مثل هذه التجارب مرة أخرى أما الشخص الأول فإنه شعر بأن الحياة قد ظلمت وهو يفكر في الماضي الماليء بالألم قائلاً إن مثل هذه الأشياء السيئة تحدث لي فقط أما الآخرون فإنهم يحصلون على نصيب الأسد من خيرة الدنيا ليس هناك عدل في هذه الحياة وإذا كان هذا هو نصيبي من الدنيا والناس فلماذا يكون من الواجب علي إذن أن أعامل الناس بأحسن مما عملوني به وبعض الآباء يرتكبون هذا الخطأ الفضيع عندما يقولون لأولادهم لقد كان علي أن أعاني خلال طفولاتي مثل ما تعاني الآن وأكثر ولكني تمكنت من الصمود وتجاوزت هذه التجارب ولهذا عليك أن تتحمل مثل ما تحملت أنا وهناك أيضاً شخص ثالث يشعر بأنه من الواجب على الجميع أن يلتامس له الأعذار بالسبب المعاناة والتجارب السيئة التي مر بها خلال طفولته وفي كل حالة من هذه الحالات الثلاث فإن طريقة فهمهم لمعنى الحياة ستكون واضحة في أفعالهم حتى إن هذه الأفعال لن تكون إلا تعبيراً عن الطريقة التي يفهمون بها الحياة كما أنه سيكون من الصعب إحداث أي تغيير في أفعالهم إذا لم نتمكن من إحداث التغيير في طريقة فهمهم لمعنى الحياة أولاً وهذا هو الاختلاف الأساسي بين علم النفس الفردي ونظرية الحتمية فإنه لا توجد تجربة من التجارب أيًا كانت تكون بالقوة الكافية حتى إنها تتسبب وحدها في نجاح أو فشر فرد ما فنحن لا نصاب بالصدنات من جراء التجارب التي تمر بنا وهو ما يسميه البعض بالصدنات العصبية وإنما نحن الذين نسمح للتجربة بأن تتخذ الشكل الذي تقول إليه في النهاية وهو غالباً ما يكون شكلاً ملائماً لأغراضنا الخاصة فنحن غير محددين بحدود التجارب التي تمر بنا ولكننا نحن الذين نضع الحدود لهذه التجارب عندما نعطيها معناً خاصاً وعندما نقوم باختيار تجربة بعينها ونجعل منها الأساس لحياتنا المستقبلية فإننا نرتكب خطأاً مؤكداً فإن المواقف التي نمر بها يجب ألا تضع حدوداً للمعاني وإنما نحن الذين نقوم بوضع حدود لأنفسنا عندما نلسق معناً خاصاً بالمواقف التي تمر بنا لكن علينا أن نتذكر أن هناك بعض التجارب التي تمر بالطفل والتي ينتج عنها أخطاء كثيرة في تحديد الكثير من المعاني وأن الكثير من الفشل قد أصاب أطفالاً مروا بمثل هذه التجارب فإنه من المعروف أن الأطفال المصابين بنوع ما من أنواع الإعاقة الجسدية أو بسبب مرض خلال فترة الطفولة أو ولدوا من الأصل بمثل هذه الإعاقة يقعون داخل الفئة المعرضة للفشل الكثير إن مثل هؤلاء الأطفال يتعرضون لكثير من المتاعب ويجدون أن من الصعب عليهم أن يساهموا في رفاهية المجتمع الذي يعيشون فيه والطريقة الوحيدة لإقناعهم بالمساهمة والتعاون مع أفراد مجتمعهم هي أن يقوم شخص شديد صلة بهم مثل الأب أو الأم بمنعهم من التركيز على حالة الإعاقة الجسدية التي يعانون منها ويجذب انتباههم إلى أفراد المجتمع المحيطين بهم فإننا لو تركناهم لشأنهم فإنه من المرجح أن يركزوا اهتماماتهم على ذواتهم كما أنه من الممكن خاصة في مجتمعنا الحاضر أن يتزايد شعورهم بالنقص والدونية أو ما هو أسوأ كأن يغرقوا في مشاعر الأسف لما حاق بهم أو يبتعدوا عن المجتمع تماما خوفا من تعرضهم لصخرية وتهكم رفقائهم هذه هي الظروف المحيطات بالطفل المعاق والتي قد تجعل منه شخصا شديدا لانطواء فاقد الأمل في أن يكون جزءا مفيدا يسهم في رفاهية المجتمع وارتقائه مما يجعله يحس أكثر وأكثر بوطأة الإهانة التي وجهها له العالم لقد كنت أول من وصف الصعوبات التي يتعرض لها الطفل المصاب بأعاقة جسدية أو الذي يولد بأعضاء مشوهة أو الذي يولد باختلال في إفرازات الغدد فكل فروع الطب قد أحرزت تقدما كبيرا ولكنه تقدم غير كاف قاصة في المجالات التي كنت أحب أن أرى المزيد من التقدم فيها ومن البداية كنت أحاول أن أجد طرقا للتغلب على هذه الصعوبات بدلا من أن أعلق هذا الفشل على شماعة الوراثة أو الحالة الجينية أو الجسدية فإنه من الواجب أن لا نسمح لأي إعاقة جسدية بأن تمنع أي فرد من تطوير أسلوب حياته بطريقة صحيحة فإنه من المستحيل مثلا أن نجد طفلين يتأثران بالطريقة نفسها بإفراز غدة ما بل إننا نرى الكثير من الأطفال الذين استطاعوا التغلب على الصعوبات التي واجهتهم حتى إنهم تمكنوا من تطوير قدرات وحواس حادة بطريقة غير عادية ولهذا فإن علم النفس الفردي لا يؤيد نظما عملية مثل علم تحسين النسل والكثير من رجالات العلم المشهورين الذين قدموا مساهمات عظيمة لرقي الحضارة كانوا من المعاقين جسدية فبعضهم كان يعاني من ضعف الصحة الشديد ومات البعض منهم في سن صغيرة جدا ولكننا نلاحظ أنه غالبا ما تكون الاختراعات والاكتشافات الحديثة من نصيب أشخاص عانوا معاناة شديدة من صعوبات جسدية ومادية فإن الصراع الذي قاضوه زاد من قوتهم مما مكنهم من المضي قدما والتغلب على الكثير من المشاكل التي فشل الأصحاء في التغلب عليها بل إنه يمكن القول بأن هؤلاء الأشخاص الذين عانوا معاناة شديدة ما كانوا ليصلوا إلى ما وصلوا إليه من اختراعات واكتشافات لو لا الصعوبات الجسدية والمادية التي عانوا منها وهو ما سميناه التعويض الزائد ولهذا فإنه من غير الممكن إصدار حكم سليم على عقل شخص ما من خلال مظاهر قوته أو ضعفه الجسدي فقط لأن العقل يتطور بطرق مختلفة تماما بصرف النظر عن الحالة الجسدية ورغم هذا فإن معظم الأطفال حتى الآن الذين بدأوا حياتهم بإعاقة جسدية لم يتم تدريبهم بطريقة صحيحة فإن الصعوبات التي واجهوها لم يتم فهمها بطريقة سليمة ولهذا تحول معظمهم إلى شخصيات أنانية وهذا هو السبب في أننا نجد الكثير من حالات الفاشل بين الأطفال الذين عانوا من الإعاقة الجسدية خلال سنوات الطفولة الأولى أما الموقف الثاني الذي يؤدي إلى خطأ في فهم معنى الحياة فهو موقف الطفل الذي تم تدليله بطريقة مبالغ فيها فإن هؤلاء الأطفال تمت تنشئتهم بطريقة خاطئة حتى إنهم يتوقعون أن تكون كل رغباتهم مجابة وكل أمانهم مهما كانت مستحيلة التنفيذ واجبة التحقيق بواسطة من يقوم على رعايتهم ويحدث كل هذا لأنه قد تم منحهم وضعا اجتماعيا وأهمية لا يستحقونها ولم يعملوا أو يبذلوا أي جهد في سبيل الحصول عليها وهم عموما يطالبون بمميزاته هذا الوضع الاجتماعي كما لو كان أحد حقوقهم مورثة ونتيجة هذا هي ظهور تصرفات غريبة كما لو أن الشخص يعاني من الضياع عندما يفقدون وضعهم كمركز لاهتمام الجميع أو عندما لا يعتبر الآخرون أن وجودهم ومشاعرهم هي أهم ما في الوجود وهؤلاء المدللون يعتبرون أن العالم قد فاشل في إعطائهم ما يستحقونه بجذارة فقد تم تدريبهم منذ نعومة أظفارهم على الأخذ دون العطاء فقد كان جميع من حولهم يقومون بدور الخدم لهم حتى إنهم فقدوا القدرة على الاستقلال بأنفسهم بل وربما أنهم يجهلون أنهم قادرون على خدمة أنفسهم إن أكثر ما يميز شخصية الفرد المدلل هو أن محور اهتماماته يتركز حول نفسه فلم يعلمه أحد قط ضرورة وأهمية التعاون وعندما يواجه الشخص المدلل ببعض المصاعب فإن الطريقة الوحيدة التي يعرفها للتغلب على مثل هذه المصاعب هي أن يطالب من حوله بمد يد المساعدة فشخصية الفرد المدلل تؤمن بأنه إذا ما تمكنت من استعادة مركز ووضع الاجتماعي السابق فإنني سأتمكن من إجبار الآخرين على الاعتراف بمدى خصوصيتي وأهميتي وأنه يجب منح كل ما أشتهيه وأرغبه وعندها فقط فإن كل مشاكل ستزول أو على الأقل ستصبح سهلة الحل وعندما تبلغ شخصية الفرد المدلل لمرحلة البلوغ فإنها تكون خطيرة جدا حتى إن أكثر المجموعات التي يتكون منها المجتمع هي المجموعة التي تتضمن شخصيات تعرضت لتدليل ذائد عن الحد في فترة طفولتها فإن بعضهم يتظاهر بالطيبة أو التقوى حتى إنهم يصبحون محبوبين من معظم أفراد المجتمع ولكن غرضهم الأساسي يبقى كما هو ألا وهو السيطرة على الآخرين ولكنهم يظلون ممتنعين عن التعاون البعض الآخر منهم يثور ثورة عارمة وبطريقة مفضوحة عندما يفشلون في الحصول على ما يعتقدون أنه حق من حقوقهم الموروثة فهم يشعرون كما لو أن أقرب أقربائهم قد خانهم بل إن بعضهم يشعر وكأن المجتمع كله يناصبهم العداء وأنه ليس أمامهم إلا أن ينتقم من أولئك الذين يناصبونهم العداء وعندما يظهر المجتمع عدم تقبله لطريقة الحياة التي يحياها مثل أولئك المدللين فإنهم يتخذون من عدم تقبل المجتمع لطرق حياتهم إثباتا جديدا على صحة ادعائهم بأن المجتمع يحاول الإساءة إليهم شخصيا وهذا هو السبب في أن العقاب لا يفرح مع مثل هؤلاء فإن العقاب في نظرهم يؤكد صحة اعتقادهم بأن الجميع ضدهم ولكن أيا كان رد فعل الطفل المدلل ثورة عارمة بطريقة مفضوحة أو التظاهر بالطيبة أو الامتناع عن التعاون بغرض فرض السيطرة على الآخرين إلى آخره فإنه وأمثاله جميعا يتصرفون على أساس التعريف الخاطئ نفسه لمعنى الحياة وهم جميعا ينظرون نظرة خاطئة إلى العالم من حولهم حتى إننا نجد البعض منهم يحاول المزج بين طريقتين من الطرق السابقة أو استخدام الواحدة منهما بعد الأخرى حسب ما يناسبه ولكن الشيء الثابت هو أن هدفه لا يتغير وأن للحياة معنا واحدا في نظري وهو أن يظهر في الصدارة دائما ومركزا لاهتمام الجميع وأن يحصل على ما يريد من الأشياء حتى لو كان لا يستحق مثل هذه المكانة أو تلك الأشياء وطالما احتفظ الفرد منهم بمثل هذا التعريف لمعنى الحياة فإن كل طريقة يستخدمها ستكون طريقة خاطئة أما الموقف الثالث الذي يؤدي إلى خطأ في فهم معنى الحياة فهو موقف الأطفال الذين يتعرضون للإهمال فمثل هؤلاء الأطفال لم يعرفوا الحب والتعاون قط ولهذا فإنهم يشكلون تعريفا لمعنى الحياة لا يتضمن مثل هذه القوى الإيجابية الفعالة ولعله من السهل علينا أن نفهم كيف تشكل مثل هذا التعريف الخاطئ لمعنى الحياة فعندما يواجه هؤلاء الأطفال مشاكل الحياة فإنهم يبالغون في تقدير مدى صعوبتها ويقللون من مدى قدراتهم على مواجهة هذه المشاكل الخاصة إنهم لا يتوقعون الحصول على أي مساعدة مهما ضألت من أي شخص إن المجتمع في نظر هؤلاء الأطفال مجتمع بارد بلا مشاعر وعدواني إلى درجة كبيرة وإن المجتمع سيحتفظ بمثل تلك الصفات ولن يتغير أبدا والشيء المهم هنا هو أنهم يؤمنون بعجزهم عن اكتساب الصداقة وتعاطف هذا المجتمع مهما فعلوا وأن القيام بأفعال مفيدة تساهم في رفعة المجتمع لن يعود عليهم بأي منفعة من هذا المجتمع البارد عديم المشاعر ولهذا فإنهم يبقون على تشكوكهم في الآخرين وعلى عدم قدرتهم في الوثوق بأي شخص حتى أنفسهم وعلي أن أعترف هنا بأنه لا توجد خبرة أخرى تستطيع أن تعوض ما افتقده مثل هؤلاء الأطفال من اختبار رقة وحنان ومحبة الأبوين ولهذا فإنني أعيد أن أهم وأول مهام الأبي والأم هي أن يمنح طفلهما الوليد الحب والحنان فهم بهذا يمنحانه المذاق الأولى من خبرة التعرف على شخص يمكن الوثوق به والاعتماد عليه وفيما بعد عندما تزداد قدرة الطفل على الإدراك فإن عليه توسيع المشاعر وتحقيق الثقة داخله حتى يستطيع أن يثق في الآخرين من حوله أيضا وعلينا هنا أن نتذكر أنه إذا مفاشل الأب والأم في مهمتهم الأولى كسب اهتمام وثقة وحب وتعاون الطفل فإنه سيكون من الصعم جدا على الطفل أن يكتسب اهتماما حقيقيا بالمجتمع أو أن يشعر حتى بأنه عضو في فريق يتكون من أعضاء كثيرين إن كل فرض يمتلك القدرة على أن يصبح مهتما اهتماما حقيقيا بالآخرين ولكن هذه القدرة يجب رعايتها منذ الصغر بالتدريب والتمريب وإلا فإن نموها سوف يتوقف وأعتقد أنه إذا ما تمكن من دراسة عدد من الحالات التي تعرض فيها الأطفال الإهمال الشديد لسبب عدم رغبة الآباء في الطفل أو كرههم للاحتفاظ به أو غيرها من الأسباب فإننا سنجد أن الأطفال منعذرين غير قادرين على التواصل مع الآخرين وأنهم يجهلون تماما مبادئ المنعذرين التي تسمح لهم بالتعايش مع الآخرين وأمثال هؤلاء الأطفال محكوم عليهم بالفناء حتى إنه يمكن القول بأن الأطفال الذين تمكنوا من تجاوز عمر الطفولة هم أطفال حصلوا على حد أدنى من الرعاية والاهتمام وتجاوزهم لعمر الطفولة يكون دليلا على ذلك ولهذا سنجد أنه لا توجد حالات تعرض فيها طفل ما لإهمال تام وكامل بل إننا سنتعامل مع حالات تعرض فيها الطفل إلى بعض الإهمال أو لم يحصل فيها الطفل على القدر الذي يحتاجه من الحب ورعاية وباختصار يمكننا القول بأن الأطفال المهملين هم أطفال لم يستطيعوا أن يجدوا شخصا يثقون به ومن المحزين في حضارة العصر الحديث أن هناك الكثير من حالات الفشل في الحياة بين أطفال الملاجئ الأيتام أو الذين تخلى عنهم ذوهم وعلينا أن نضم مثل هؤلاء إلى العدد الكلي من الأطفال الذين يعانون من الإهمال الشديد هذه الأوضاع الثلاثة الإعاقة الجسدية والتدليل الزائد والإهمال تمثل إغراء شديد للتمسك بتعريف خاطئ لمعنى الحياة والأطفال الذين مروا بمثل هذه التجارب فيحتاجون الكثير من المساعدة لتغيير وجهة نظرهم نحو أنفسهم ونحو الآخرين وأيضا نحو دورهم في المجتمع الذي يعيشون فيه والأهم من كل ذلك فإنهم سيحتاجون إلى تغيير الطريقة التي يتعاملون بها مع المشكلات التي تواجههم والمساعدة التي يحتاجونها هي مساعدة في فهم الحياة على حقيقتها ولو أننا مهتمون اهتماما حقيقيا بمساعدة مثل هؤلاء الأطفال في التغلب على مشاكلهم فإننا سنقوم بتدريب أنفسنا على تفاهوم حقيقة مشاكلهم وسنطلح قادرين على رؤية التعريف الخاطئ الذي وضعوه لمعنى الحياة في كل تصرف من تصرفاتهم إن دراسة الأحلام وما يتعلق بها من ذكريات الطفولة ستكون مفيدة لنا الآن إن شخصية الفرد ثابتة لا تتغير سواء كان هذا الفرد في حالة صحو أو في حالة نوم ولكن عندما نكون نائمين فإن ضغوط المتطلبات الاجتماعية تكون أقل حدة مما يجعل حقيقة الشخصية تتكشف بوضوح لأن حالة النوم تجعلنا أقل حذرا من حالة اليقظ كما أنها تجعلنا على استعداد أكثر لإظهار حقيقة نوايانا وما نحاول إخفاءه عن الآخرين ولكن المساعدة الكبرى التي تقدمها الأحلام هي أنها تظهر لنا المعنى الحقيقي الذي يعرف به الفرد نفسه وحياته فإن كل ذكرى مهما بلغت تفاهتها مهمة جدة لأنها تمثل شيئا ينبغي تذكره بالنسبة لهذا الشخص وترجع أهميتها في أنها تصور الحياة كما يعرفها ذلك الشخص فهذه الذكريات تقول له إن هذا ما يجب عليك أن تتوقعه إن هذا ما يجب عليك أن تتجنبه هذه هي الحياة علينا أن نؤكد هنا حقيقة مهمة وهي أن الخبرة التي مر بها الفرد في حد ذاتها ليست مهمة وإنما المهم هو أن هذه الخبرة ظلت في الذكرة وساعدت على بلورة المعنى المنسوب للحياة تعريفنا لمعنى الحياة فإن كل ذكرى ما هي إلا دافع للتذكر إن الذكريات الخاصة بالطفولة المبكرة مفيدة جدا في إظهار طول المدة التي احتفظ بها فرد ما بتعريف معين لمعنى الحياة كما أنها تكشف طبيعة الظروف المحيطة التي تشكل وتكون فيها موقفه من الحياة لأول مرة إن الذكريات الأولى تحتل أهمية خاصة لسببين أولا إنها تمثل أصدق تمثيل التقدير الأساسي الذي يحمله الفرد لنفسه ووضعه في المجتمع فهي أول ملخص قام به الفرد لما لاحظه من ظواهر ويتمثل أكمل صورة للفرد ولما يتوقعه المجتمع منه ثانيا إنها تمثل أول نقطة بداية شخصية ذاتية له فهي بداية قصة حياة الفرد والتي قام الفرد ذاته بكتابتها وعلى هذا فإننا يمكن أن نتعرف على ما يعده الفرد مواقف ضعف أو قوة وما يعده الفرد ملائما أو غير ملائما وما الدور المثالي الذي تلعبه القوة إنه من غير المهم هنا ما إذا كانت الذكرى التي يعتبرها الفرد أول الذكريات هي حقيقة أول شيء يستطيع هذا الفرد تذكره عن طفولته المبكرة أم لا فقد يستطيع الفرد تذكر حدث ما سابق عما أعده أولا أول الذكريات وإنما المهم ما يعتبره هو أول الذكريات حتى إنه من غير المهم معرفة ما إذا كانت هذه الذكرى الأولى حقيقة أم من صنع خياله فإن الذكريات مهمة فقط بسبب ما تمثله وبسبب أنها تمثل طريقة فهم الحياة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل دعنا الآن نأخذ في الاعتبار بعض الأمثلة التي ادعى مجموعة من الأفراد أنها ذكريات أولى ونظهر معنى الحياة الكامنة في هذه الأمثلة المثال الأول لقد سقط براد القهوة الساخن من على المنضضة وحرقني هذه هي الحياة لا يجب أن نعجب من أن تكون الذكرى الأولى لمثل هذه السيدة عند الرادي قهوة ساخن كما أن العجب يجب أن لا يأخذنا إذا ما عرفنا أن حياة مثل هذه المرأة محكومة بمشاعر عجزها عن حماية نفسها وأنها تضخم من حجم المصاعب والأخطار التي تتعرض له وأيضا يجب أن لا نعجب إذا ما عرفنا أنها تلوم الآخرين بسبب عدم قدرتهم على حمايتها من الأخطار التي تتعرض له فقد كان من الخطأ من وجهة نظرها ترك طفل صغير في مثل عمرها معرضا لمثل هذا الخطر الشديد هناك أيضا صورة مشابهة لمثل الصورة السابقة في المثال التالي المثال الثاني أنا أتذكر سقوطي من فوق الفراش عندما كنت أبلوه من العمر ثلاث سنوات كما أن هذه الذكرى الأولى كانت مقترنة بحلم تكرر كثيرا يوم القيامة والعالم كله سوف يموت استيقظت في منتصف الليل لأجد أن السماء ملونة بلون النار الأحمر الشديد التوهج والنجوم كلها سقطت ونحن على وشك الاستضام بكوكب آخر ولكن قبل أن يحدث التصادم استيقظت من النوم عندما سألت هذا المريض وهو طالب في الجامعة عما يخشاه أجاب قائلا حسنا فأنا أخاف من أن لا أنجح في حياة العملية من الواضح أن الذكرى الأولى والحلم المتكرر يقومان بدور مثبت ويؤكداني خوفه من الفشل الذريع المثال الثالث طفل يبلغ من العمر 12 عاما وقد تم إحضاره بسبب تكرار مشكلة التبول اللا إرادي وأيضا وجود خلافات ومشاكل مستمرة بينه وبين أمه عندما سألته عن الذكرى الأولى قال والدتي ظنت أنني قد ضللت الطريق فخرجت تجري إلى الشارع وهي تصيح بأعلى صوتها بحثا عني وكانت تشعر بالخوف الشديد والقلق من غيابي بينما كنت أنا مختبئا في داخل المنزل بين ملابسها إن هذه الذكرى الأولى تقول لنا في وضوح إن معنى الحياة بالنسبة لهذا الصبي هو سأظل مركز اهتمام الجميع بأي طريقة حتى لو تسببت في حدوث المشاكل للجميع إن الطريقة الوحيدة للشعور بالأمان هي أن أكون لئيما ومخادعا أشعر أحيانا بأن أمي تتجاهلني عن عمدي لكني أستطيع أن أقضع الجميع من هذا يتضح أن مسألة التبول اللا إرادي ما هي إلا وسيلة مناسبة يستقدمها هذا الصبي في المحافظة على مكانته عند والدته بأن يبقيها قلقة على حالته الصحية كما أن والدته أكدت صحة تعريفه لمعنى الحياة عندما استجابت لوسائله المخادعة وانزعجت بشدة عليه وزادت من اهتمامها به في هذا المثال نرى أن الصبي قد تعلم في مرحلة مبكرة جدا من حياته انطباعا خاطئا عن الحياة في العالم الخارجي عندما ظن أن كل ما هو خارج المنزل مملؤ بالأخطار وأنه يكون في مأمن عندما يقلاق الآخر عليه وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي استطاع بها أن يؤكد لنفسه أن الآخرين سيكونون موجودين لحمايته إذا محتاج للحماية المثال الرابع هذه هي الذكرى الأولى لامرأة تبلغ من العمر 35 عاما فقد قالت بينما كنت أقف على درجات السلام في الظلام بدأ ابني عم الذي كان يكبرني قليلا في مطردتي كنت أشعر بخوف شديد من الواضح أن هذه الذكرى تصف فتاة لم تعتد اللعب مع الأطفال الآخرين وربما كانت لا ترتاح لمداعبات الجنس الآخر له أعتقد أنها الطفلة الوحيدة في هذه الأسرة وقد كنت على صواب في مثل هذا الاعتقاد كما أنها لا تزال غير متزوجة في سن الخامسة والثلاثين المثال الخامس في هذا المثال سوف نجد أن الشعور الاجتماعي موجود بصورة أوضح منه في الأمثلة السابقة فدعنا نستمع إلى هذه الذكرى الأولى ونحاول تفهم معنى الحياة الكامن فيها أنا أتذكر أن والدتي قد اعتادت بأن تسمح لي بأن أدفع العربة الصغيرة التي تحمل أخت الرضيع في هذا المثال قد يتضح وجود علامات تدل على أن ذلك الشخص لا يكون سعيدا إلا في وجود من هو أضعف منه كما أن هناك دلائل تدل على اعتمادها الشديد على والدتها فإن أنسب الأوقات للحصول على التعاون هو عندما يولد طفل جديد لأن الأطفال الأكبر سنا سيرحبون بفرصة المساعدة في تنشئة القادم الجديد كما أن محاولة الحصول على مساعدة من الأطفال الكبار ستؤدي إلى نظرة صحية للطفل الجديد وليس على أنه انتقاص من أهمية الأطفال الأكبر سنا إن الرغبة في التواجد مع الآخرين ليست دليلا كافيا على اهتمامنا الصادق بهم والدليل على ذلك في المثال القادم المثال السادس عندما سئلت فتاة صغيرة عن الذكرى الأولى قالت كنت ألعب مع أختي الكبرى وفتاتين أخرين من أصدقائنا ولكن أكثر ما أخافني هو أن أكون بمفرد من الواضح هنا أن هذه الطفلة تجتمعية ولكن هناك علامات قوية تدل على أن هذه الطفلة لا تحب أن تعتمد على نفسها عندما نجد التعريف الذي يتبعه فرض ما لمعنى الحياة فإن علينا أن نتفهم هذا التعريف بصورة جيدة لأنه مفتاح شخصية هذا الفرض ربما قال البعض إنه من المستحيل تغيير شخصية إنسان تغييرا حقيقيا ولكن هذه النظريات غير صحيحة فكما رأينا بما سبق فإنه من الممكن أن نعمل على تغيير شخصية فرض بعينه ولكن علينا أن نتذكر أنه ما من علاج يستطيع أن ينجح في تحقيق هذا إلا إذا اكتشفنا أولا السبب الأصلي في تكوين تعريف خاطئ لمعنى الحياة كما أنه يمكن القول إن إمكانية إحداث تقدم في تغيير الشخصية تعتمد على تدريب الفرض على تقبل تعريف لمعنى الحياة يتسم بالتعاون والشجاعة إن التعاون هو الحماية الحقيقية ضد احتمار حدوث ميول أنانية ولهذا فإنه من المهم جدا أن يتم تدريب الأطفال وتشجيعهم على التعاون كما أنه يجب السماح لهم باستكشاف الطريق المؤدي إلى التعرف على الزملاء من عمرهم نفسه عن طريق فرض واجبات مشتركة عليهم أو السماح لهم بالانضمام إلى ألعاب مشتركة فإن وجود أي حواجد بينهم وبين التعاون له نتائج شديدة الخطورة على مستقبلهم فعلى سبيل المثال فإن الأطفال المدللين الذين تعلموا أن يهتموا بأنفسهم فقط سيأخذون هذا النقص في الاهتمام بالآخرين معهم عندما يذهبون إلى المدرسة ودروسهم ستكون مهمة بالنسبة إليهم بالقدر الذي يسمح لهم بالحصول على الاهتمام والحب من مدرسهم وسيتقبلون ما يصدر إليهم من أوامر طالما كان تنفيذ هذه الأوامر يظهرهم بمظهر مشرف ويركز الأضواء عليهم وعندما يشرف أولئك الأطفال المدللون على مرحلة البلوغ فإن مظاهر النقص في الاهتمام بالآخرين تصبح شديدة الوضوح إنهم عندما أقطعوا في تعريف معنى الحياة قد أوقفوا بالتبعية التدريب الذي كان من الواجب أن يحصل عليه ليصبحوا قادرين على الاستقلال بالذواتهم وتحمل المسؤولية وهم بهذا قد أصبحوا غير مستعدين على الإطلاق لمواجهة اختبارات الحياة وصعوباتها إننا لا نستطيع توجيه اللوم للبالغين على الأخطاء التي ارتكبها الأطفال في المراحل الأولى من طفولتهم لكننا نستطيع مساعدتهم في معالجة نتائج هذه الأخطاء إننا لا نتوقع من أطفال لم يتعلموا أي شيء عن علم الجغرافيا أن يتمكنوا من الإجابة عن أسئلة بخصوص هذا العلم وبالمثل فإنه يجب أن لا نتوقع من أطفال لم يتعلموا أي شيء عن التعاون أن يكون رد فعلهم في مهمة تتطلب التعاون سليما ومناسبا وكل مشاكل الحياة تتطلب قدرا من التعاون لحلها فكل مشكلة يجب أن تحاط بنظام صارم لحلها بواسطة المجتمع البشري حيث يؤدي هذا الحل إلى مزيد من الرفاهية المجتمع ككل إن الأفراد الذين يستطيعون فهم معنى الحياة الحقيقي التعاون والمساهمة هم وحدهم القادرون على مواجهة الصعوبات الشجاعة وهم وحدهم الذين أمامهم فرصة في النجاح لو أن المدرسين والآباء وعلماء النفس فهموا الأخطاء التي تحدث في تعريف معنى الحياة على أن لا يقع المدرسون والآباء وعلماء النفس في الخطأ نفسه ألا هو لاحتفاظ لأنفسهم بتعريف خاطئ لمعنى الحياة فإننا نستطيع القول بأن الطفل يعاني من نقص الشعور الاجتماعي سيبدأ تدريجيا في التعرف طريقة أفضل على حقيقة ذاته والقدرات الكاملة في داخله كما أنه سيبدأ في التعرف على الفرص المتاحة له في الحياة مما سيدفع به إلى تصحيح تعريفه الخاطئ لمعنى الحياة وسنجد أنه لا يكف عن محاولة حل ما يواجه من المشكلات بل إنه سيختار الطريقة الصحيحة لحل مثل هذه المشكلات ولن يحاول أن يتجنبها باختيار أسهل الطرق الهروب منها كما أنه لن يحاول إلقاء عبء حل هذه المشكلات على الآخرين أو يطالب المجتمع باعتباره بطلا لمجرد الوقوف أمام هذه المشاكل أيضا فإنه لن يشعر بأن المجتمع يحاول إذلاله فيحاول الانتقام من المجتمع كما أن أسئلة مثل ما فائدة الحياة وما جدوى حياته وما الذي أجنيه من هذه الحياة لن تخطر على باله بل إنه سيفكر قائلا إنه من الواجب علي أن أعمل على تشكيل حياتي بنفسي فإن هذا هو واجبي وأنا قادر على القيام بهذا الواجب على أكمل وجه ودون مساعدة فأنا الذي أسيطر على أفعالي وأقيمها وإذا ما احتجت إلى تغيير شيء قديم أو بناء شيء جديد فإني أنا الوحيد القادر على القيام بهذه العمال لو أنه تم النظر إلى الحياة بهذه الطريقة أي على أنها تعاون بين أفراد مستقلين بذواتهم عن الآخرين فإن الحضارة الإنسانية ستتطور ولن يكون لتطورها حدود